مش عارفة خايفة بتادي بالسؤال بتاعه هو في القانون ده من ساعة ما بدأ هل فرق أي حاجة في نسب التبرع بالأعضاء في مصر أو هل تم تفعيله بأي شكل نراش كامل هو القانون 2010 لما تعمل تعمل لتنظيم زراعة الأعضاء هي زراعة الأعضاء بتتم بطرقتين لإما متبرع حديث الوفاة أو متبرع حي احنا زراعة الكابت في مصر لدهت 2001 كان ما كانش يمكن لها عملية نظيمية قوي لكن لما كنت عمل نظم الاثنين نظم القانون المتبرع حي ومتبرع حديث الوفاة طبعا متبرع الحي خلاص معروفها وماشيين في الإجراءات فيها معروف اشتراطاتها كل حاجة يعني ماشى اللي لم ينفذ أو لم يفعل هو المتوفي حديث